إذن فلا هي جزر لنا أيها الأحبة النهجر بعضنا أكثر من ثلاثة أيام إذن وقعوا في التفاهم بيننا ما هو وقت مشلع خلاف اخذيت في خاضي واخذيت في خاضر مشينا طلعا حتى نترشش انهار نور انهار الثاني انهار الثالث انهار الرابع يزلنا نرجع ونكلموا بعضنا وننهيوا هاكا التدابر وهاكا القطيعة أما الهجران في الله هذا يحب الدنيا ممنوع ومحرم فوق ثلاثة أيام لكن الهجران في الله من أجل الله ومن أجل حدود الله ومن أجل ما أنزم الله إذن أما الهجران في الله فيجوز أكثر من ثلاثة أيام لأنه من أجل أمر ديني وقد نص عليه الإمام أحمد ودليله على ذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا تم ثلاثة صحابة خلفوا عن رسول الله في غزوة دبوك في غزوة دبوك ثلاثة صحابة سيد النبي حذر المؤمنين للقتال والخروج هم يقولوا أي أحد تول حذر رحمة أي تول أدو أي تول حذر الإسلاح أي تول حذر السيد تول حذر الخير إلى أن خرج رسول الله قالوا أي تول وبدوا نلحق عليه وما لحقوش وما خرجوش وما قاتلوش فتخلفوا عن رسول الله فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين في المدينة المنورة الرجال والنساء والكبار والصغار والشيوخ والأطفاء كلهم لا أحد يكلم هؤلاء الثلاثة يقاطرهم حتى وحد كلهم حتى أزواجهم يكلمهم أبدا إذن فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجران هؤلاء الثلاثة لمدة خمسين يوما اتصور أنت في مدينة خمسين يوم ولا بشر كلمك لأن هؤلاء الثلاثة هؤلاء اتخلقوا بهذه العزة هذه وقال المولى فيها وضرقت عليهم الأرض بما رحوا به هاكي الأرض الواسعة ضرقت عليهم والمؤسس ويشعروا بالاختناع تصور حتى واحد ما يكلمك موك ما لك ما تكلمكش وين بك ما يكلمكش امتي إلا لأمر رسول الله إذن فكان هذا الهجران في الله تأذيبا لهم فهو جائز كما يجوز هجران أهل البدعي والمنكرات والمعاصي والمحرمات والكبائل نهجرهم فلا نجلس معهم ولا نحاديدهم لأنهم من أهل المعصية ومن أهل الشيطان ومن حزب الشيطان فلا نقعد معهم أبدا وقد أمرنا المولى سبحانه وتعالى بذلك كما يجوز هجران الوالد لولده فيهجر الوالد ولده نتيجة تنطعه أو أنه لم يستقم بعد يهجره ويبدأ عليه الكلام حتى يربى وهي وسيلة ناجعة في تربية الصغار كأن تقول لولدك أنت ابني وأنا أبوك ولكنك لا تكلمني فأنا مقاطعك لأنك لم تمتثل ولم تستقم سلوكيا فهذا جائز كما يجوز هجران الزوج لزوجته كما أمر القرآن بذلك وهجبهن في المضاجع وكما فعل رسول الله إذا كانت المرأة ناشز أي أنها لا تريد أن تضعنا لأحكام الله فلا نضربها ولا ننبخها ولا نقول كلاما سيئا ولا كلام بذيئا ولكن نهجرها الهجران يقع في المضجع لا تنزل من فراشك فإنك إن زلدة تصاعد الشيطان مكانك وأعدد في عقلها أشيء كثيرا تبيت معا في الفراش ولكنك تهجرها بحيث لا تنظر إليها وتعطيها ببهرك فهذا هو الهجران وقد هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق هجر أزواجه كلهن شهرا كاملا في حادثة التخير عندما خيرهن المولى بين زينة الدنيا وبين الآخرة ثم بعد هذا النهي خمسة مرات ينهي سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحضله ولا يحقله التقوى ها هنا ويشير إلى القلب أي تقواك في قلبك تنهاك عن هذا الصنية يعني بحسب من الشر أن يحقر أخوه المسلم يعني يكفي بشر ذنوب توضع به في جهنم ذنوب أن يحقر أخوه المسلم مش لازم تتلوجه على ذنوب الزنا ولا الخمر ولا الفساد لا 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 ذنوب وإثم الهجران هذا هذا أو التحقيق هو يكفيه يوقع به في ناري جهنم كل المسلم على المسلم حرار دمه وماله وعرضه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حبيد المجيد اللهم يا أرحم الراحمين يا أكمل أكرمين يا غياث المستغفين يا باصر المستضعفين اللهم أننا نسألك في ليلتنا هذا وفي شهرنا هذا وفي جمعنا هذا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا محرومة وانتشارنا من بعد انتشارا طيبا ساميا مباركا معصومة ولا تجعل اللهم مفينا ولا منا ولا معنا ولا من بيننا ولا من أزواجنا ولا من دورياتنا ولا من مشيخنا وعلمائنا ولا من من كان يحضر معنا خائبا ولا شقيا ولا محرومة لحربة من أرسلته بالأمين رؤوفا رحيما اللهم اقصنا لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين وعصيتك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليكين ما تهضن به علينا مصائب الدنيا اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان اللهم أعنى على صيام ما بقي من أيامه وعلى قيام ما بقي من ليالي اللهم لا تحرمنا أجر العشر الأواخر من رمضان اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة العيد واجعلنا فيها من عتقائك من النار اللهم اجعل أوله رحمة لنا وأوصته مخيرة لذنوبنا وآخرة وعدقا لرقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومجايحنا وعلمائنا ومعلمينا ومن علمنا حرفنا وعاننا عليه أعتقنا جميعا من النار يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخر من خذ المسلمين يا قبيب يا متين اللهم أننا نسألك النصر والتمكين لأخواننا المجاهدين لأخواننا المستضعفين في كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين اللهم لا ينقض رمضان يا رب العالمين إلا وقد أيضا ونصرت أخواننا المستضعفين المغلوبين في أوطانهم يا رب العالمين في ليديا واليمن وسوريا والعراق وفي فلسطين وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين أيضا يا رب العالمين سدد ربيهم يا رب العالمين أهلك أعداءهم يا أكرم الأكرمين أهلك الضغاة والجبابينة يا رب العالمين أهزم أعداءهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين